تحياتي مشاهدين الكرام هي ثامنة مساء هنا في القاهرة نشرة اغمارية مفصلة والبداية كما اعتدنا مع العنوين القوات المسلحة تعلن مقتلى سبعة تكفريين واكتشاف وتفجير عشر عبوات ناسفة في عملية نوعية بشمال سيناء مجلس الوزراء يؤكد عدم وجود اطاراً ذمني لانتهي ازمة فيروس كورونا في مصر او في العالم اكثر من 300 الف حالة وفاة بسبب فيروس كورونا المستجد في مختلف الدول تحياتي للتفاصيل اعلنت القوات المسلحة مقتل سبعة من التكفريين خلال عملية نوعية في شمال سيناء في اطار جهود القوات المسلحة لمكافحة الارهاب واسفرت العملية عن ضبط عربة دفع رباعي وثلاث دراجات نارية بدون لوحات معدنية تستخدمها العناصر الارهابية واكتشاف وتفجير عشر عبوات ناسفة لجهود القوات المسلحة في مكافحة الارهاب وبناء على معلومات استخباراتية تفيد بتواجد بؤرة ارهابية باحدى المزارع بشمال سيناء قام ابطال القوات المسلحة بتنفيذ عملية نوعية اسفرت عن الاتي مقتل سبع فرد تكفيري تم القضاء على احدهم اثناء تنفيذ المدهمة وعثر بحوزته على بندقية آلية بالاضافة الى القضاء على ستة افراد اخرين اثناء محاولتهم الهروب وذلك من خلال تتبعهم بكاميرات المراقبة الامنية واستهدافهم داخل احد الاوكار ومقتلهم جميعا موسيقى ضبط عربة دفع رباعي وعدد ثلاث دراجات نارية بدون لوحات معدنية تستخدمها العناصر الارهابية اكتشاف وتفجير عدد عشر عبوات ناسفة ضبط وتفجير عدد اربعة حزام ناسف ضبط عدد ثلاث بنادق آلية وبندقية قناصة وثلاثة مسدس تسعة ملي واحدى وعشرين خزنة وكمية من الذخائر مختلفة الاعيرة وعدد اثنى عشر تليفون محمول انواع وعدد اربعة جهاز لاسلكي وخمسة شدة ميدانية هذا ويواصل ابطال القوات المسلحة تنفيذ مهامهم بكل عزيمة واصرار لاقتلاع جذور الارهاب والحفاظ على امن وسلامة الوطن اخذ دكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء اجتماعا مع دكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني وذلك لمتابعة اجراءات التعاقد على دفعة جديدة من التابلت للعام القادم وسير عملية تسليم ابحاث شهادات النقل عبر منصة دمودو بالاضافة للترتيبات التي يجرى اتخاذها لعقد امتحانات شهادات الثانوية العامة والديبلومات الفنية واشار رئيس الوزراء الى همية تجربة استخدام التابلت وكذا توطين الصناعة في مصر خاصة في ظل تداعيات انتشار فيروس كورونا نفى المركز الاعلامي لمجلس الوزراء ما تردد بشأن وقف صرف المعاشات لبعض الفئات نتيجة لعدم توفر المخصصات المالية في ظل ازمة فيروس كورونا واكد انه لا صحة لما تردد عن تحصيل رسوم مالية على نموذج تسجيل عودة المواطنين العالقين بالخارج واشار المركز الاعلامي لانه لا يوجد مدى زمني يمكن ان يقدر لانتهاء الفيروس في مصر او في العالم واكد المركز انه لا صحة لوقف تسليم ارقام الجلوس لطلاب الثانوية العامة ولا صحة لما تردد عن تحصيل رسوم مالية عن نموذج تسجيل المصريين العالقين في الخارج اكد خالد العناني وزير السياحة والاثار اعتماد عدد من ضابط الاقامة والاشتراتات بالفنادق وذلك بالتنسيق مع الوزارة ووزارة الصحة وفي تصريحات خاصة للنيل اكد عناني على ضرورة استفاء الفنادق لهذه الاشتراتات لكي تحصل على شهادة السلام الصحية خاصة في ظل الظروف الحالية بالفعل فيه 173 فوندق قدموا فيه النهاردة في شرم الشيخ 11 في جنوب سيناء نزل تم تفتيش عليهم امبارح والنهاردة فيه 7 شبه استوفوا الاجراء فيه بس اجراء واحد اول ما يستوفوا ان شاء الله بإذن الله هياخدوا الترخيص فيه 4 تزرنا لهم لعدم استفاء كل الشروط الغرداء برضو فيه 11 تقريبا استوفوا كل الشروط برضو فاضل حاجة بسيطة بنتأكد منها وبعد كده هنديهم ان شاء الله الترخيص احنا قلنا ان احنا مش مستعجلين خالص ياخدوا وقتهم تماما اهم حاجة مش هيطلع ترخيص الا بالاشتراطات القتلات اللي احنا رفضناها هي قتلات محترمة كلها طبعا وكتشغالة بفل كباستي لغاية من 3 شهور ولكن في الظروف الحالية في بعض الاشتراطات اللازم الجميع يعملها فاحنا ووزارة الصحة والغرفة ملتزمين بيها ومش هيفتدحوا من غيرها ان شاء الله في غضون ذلك نقش وزير السياحة والاثار مع عدد من مسثمر جنوب سيناء الية تنفيذ الضوابط التي اقرها مجلس الوزراء لتشغيل الفنادق والتي حددت نسبة الاشغال ب25% واكد العناني ان اكثر من 170 فندق تقدمه للحصول على شهادة السلام الصحي متابعة لتطبيق الضوابط الخاصة بتشغيل الفنادق المصرية اجتمع وزير السياحة والاثار دكتور خالد العناني بمجموعة من مستثمر شرب الشيخ وذلك لمناقشة آلية تنفيذ تلك الضوابط على ارض الواقع السياحة الداخلية مش هتفتح بوكرة احنا قلنا القتلات اللي هاتم للشروط من حقها تستقبل زائرين اعتبارا من بوكرة قلتهم خدوا توقفوا خالص اسبوع اثنين ثلاثة شهر اثنين ثلاثة بس الضوابط تطلع صح والقتل يطلع مفتوح بطريقة سليمة والدليل لان حتى اللحظة دي ممكن هما اوتال او اثنين او ثلاثة بس اللي هيخدوا الترخيص بكرة في ميه تلاثة وسبعين اوتال قدموا في مصر فدلوقتي اللي كانت هتبدأ تشتغل على مستوى كل المحافظات وهتبدأ تدرس ان كل الاجراءات معمولة الاجتماع الذي يعد الثاني في اقل من اسبوع اكد فيه رئيس الاتحاد المصري للغرف السياحية على توفير كافة اشكال الدعم لجميع الفنادق فيه تدريب هيتم للعملين بالفنادق فيه زي تشيكليست هيعملها او تعملت بالفعل بتتبعت للفندق فبالتالي بيقدر من خلالها يعرف الضوابط اللي المفروض ينفذها بتبقى موضحة كل الاجراءات اللي يجب اتباحها سواء من العاملين في الفندق سواء من ادارة الفندق ازاي يقدر يحط قلياته ضوابط داخلية يقدر يضمن بيها آليات التنفيذ اللي جان بتدت تتحرك النهاردة وبكرة في البحر الاحمر وفي جنوب زينا للتأكد من جاهزية الفنادق لاستقبال الزائرين وطريقة الحفاظ على العمالة من خلال اقامتهم معانا مدة لا تقل عن 60 يوم وعمل رابد تاست عند وصولهم ورابد تاست قبل المغادرة للتأكد من سلامتهم وان ما فيش اي الفيروس مش هينتقل من وإلى المدينة السياحية وعلى الرغم من الازمة الحالية كشف رئيس غرفة الشركات ان هناك رغبة شديدة من السائحين الى العودة مرة اخرى الى مصر السياحية في طلبات بتيجي للشركات وفي ناس طلبة ركوستات يجيب شهر سبعة والناس عايز تيجيب شهر ثمانية ففي ركوستات يعني زي موالك السائح النهاردة في ظل الجو والحبس التي تحبسوها برا في الكورونا والعزل وكل ده احسن حاجة بدور عليها مكان زي شرم الشيخ والغرداء في بحر وشمس فالموضوع انه فعلا فيه طلبات كبيرة جدا وفي نهاية اللقاء شهد الجميع بدور الدولة المساند للقطاع السياحية والذي تمثل في العديد من المبادرات والعفاءات المالية حتى يستعيد القطاع عافيته من شرم الشيخ محمد الخطيب النيل تكسيدا للشراكة بين القطاع العام والخاص اكد هشام توفيق وزير قطاع الاعمال ان الوزارة قامت بتوفير ما يسمى بخدمة الكتالوج الالكتروني للمساهمة في منع انتشار الفيروس تعمل وزارة قطاع الاعمال العام لنقل تجربتها الى اكثر من نصف مليون شركة من القطاع الخاص من خلال توفير الخدمة الالكترونية باقل الاسعار للشركات الناشئة والصغيرة في قطوة مهمة لمواجهة تداعيات فيروس كورونا خدمة النهاردة هي بتنحصر في تقديم خدمات ادرنا نوفرها بعلاقتنا بالموردي الرخص والتنفيذ بالنسبة لنظام تخطيط الموارد في الشركات ما يسمى الـ ERP دي حاجة احنا عملناها لشركتنا ل63 شركة من شركتنا وعملنا مناصة الحمد لله كويسة وإذن نحصل على اصعار جيدة جدا عن طريق الخبرة اللي عملناها وعلاقتنا يعني شفنا ان احنا من وجبنا ان احنا نخدم القطاع الخاص النهاردة والحمد لله تم توقيع البروتوكول وهنا ومع تلك الازمة تظهر المسئولية المجتمعية للقطاع الخاص في دعم ومساندة الدولة المصرية لتخطي الازمة الراهنة الدولة لها جناحين جناح القطاع العام والجناح القطاع الخاص لا يمكن الطائر يطير بجناح واحد فالاثنين احنا مكملين لبعض تماما الجناح العام له القطاع العام وموظفين الدولة والمشروعات القومية والجناح الخاص اللي هو لنا برضك المشروعات والتوظيف العمالة وتوفير فرصة عمل للعاملين وبرضك تخفيف العبء عن العاملين دايما وتوفير الانتاج المطلوب منه للسلع المختلف المطلوبة في الدولة بكافة مجالتها رغم ان احنا بقول لحضرتك احنا متعاونين احنا اتنين ومتكاملين مع الانتاج ومع القطاع العام لعل ازمة كورونا خلال الفترة الحالية في مصر ظهرت قدرا ايجابيا من المسئولية المجتمعية للقطاع الخاص في مصر لينحي الجميع المصالح الفردية جانبا ولتبقى الدولة المصرية نسيج واحد متكاتف قائم على دلعين اساسيين وهما الحكومة والقطاع الخاص امل صبري النيل تواصل وزارة الداخلية الحملات الامنية في جميع انحاء الجمهورية للقضاء على البؤر الاجرامية وتواصل ايضا تقديم مبادرة كلنا واحد توفير السلع للموطنين باسعار مخفضة استمرار للجهود المبذولة من قبل الادارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات للتصدي لجرائم غش مسلزمات الانتاج الزراعي والتي تؤثر على خصوبة الارض الزراعية تمكنت الادارة من ضبط اكثر من 400 طن اسمدة و16 طن ونصف اعلاف جمعها مغشوشة ومقلدة ومجهولة المصدر داخل سلاسة مصانع ومخزن وعلى متن سيارتين بنطاق محافظتي وتفعيل للدور المجتمعي لوزارة الداخلية وتحت مظلة مبادرة كلنا واحد التي تأتي برعاية رئيس الجمهورية واصلت منظومة امان للمنتجات الغذائية التابعة لوزارة الداخلية توفير السلع الغذائية للمواطنين باسعار مخفضة عبر منافذها المنتشرة على مستوى الجمهورية وتتسم السلع المعروضة بجودة عالية وبوفرة المعروض منها وتعد منظومة امان احد اسهامات الوزارة التي تهدف للتخفيف عن كاهل المواطنين اسعار ممتازة جدا يعني الاسعار هنا اقل يعتبر من الاماكن السوبر ماركت تانية لبرا المنتجات حلوة جدا بصراحة والاسعار كويس منزلين خصومات كثيرة في عز الازمات من العالم من خلال هذه المنافذ تم طرح كميات كبيرة من اللحوم والدواج والاسماك والمنتجات الغذائية المتنوعة والحاصلات الزراعية بالاسعار المخفضة المعلنة مع اتخاذ كافة التدابير والاجراءات الوقائية التي تضمن سلامة وصحة المترددين على تلك المنافذ من ارتداء الكمامات الطبية الى اجراء عمليات تعقيم وتطهير دوري لتلك المنافذ نقل كل الاجراءات الاعتراضية زي ياسر حرار المواطن وهو داخل الفرع بنديله جوانتي بنديله كمامة بنسيب مسافة بين المواطن والآخر بنطهر المكان بصفة دورية والسلعة التموينية الأساسية زي الرز والسكر والزيت وهي أقل من بره فرق كبير بصراحة يعني أنا أول مرة أدخله بس لحظ منجيف وكويس وفي حاجات كتير وأسعارها متوفرة حلوة عن بره ورحية النظام عجب وتؤكد وزارة الداخلية ومن خلال منظومة أمان على نهجها الاجتماعي الهادف إلى التخفيف عن كاهل المواطنين من خلال توفير السلع الغذائية وغير الغذائية للمواطنين بأسعار ملائمة ليستطع المواطن أن يحصل على اهتياجاته بأقل تكلفة عبدالله بركات التلفزيون المصري في القهرة أعلن الدكتور خالد مجاهد المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان أنه تم اليوم الجمعات تسجيل 399 حالة إصابة جديدة بالفيروس إضافة إلى 21 حالة وفاة جديدة وقال مجاهد اليوم أن اليوم شهد أيضا قروج 173 حالة من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل بعد تمام الشفاء لإرتفع إجمال المتعافين إلى 2799 حالة ارتفعت حصيلة الوفيات جراء فيروس كورونا إلى 300 ألف شخص وذلك في سائر أنحاء العالم من أصل 4 مليون و400 ألف إصابة منذ ظهوره في ديسمبر الماضي تبدو لدول العالم جهودا كبيرة للتواصل للقاح للوباء فيما يشير الخبراء الاحتمال للتواصل النتيجة خلال عام منذ ظهوره في ديسمبر الماضي في الصين أودى فيروس كورونا المستجد بحياة ما يزيد عن 300 ألف شخص في العالم أكثر من 80% منهم في أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية فيما تجاوزت الإصابات 4 مليون و400 ألف حالة واعتبرت الوكالة الأوروبية للأدوية ومقرها لهاي أنه نظرا للجهود المبذول لا يمكن التواصل إلى اللقاح ضد كوفيد 19 بحلول سنة فيما يشير خبراء إلى أن هذا الاحتمال يبدو متفائلا وهناك حاليا أكثر من 100 مشروع في العالم وأكثر من 10 تجارب سريرية للقاح لمحاولة إيجاد علاج للمرض الذي ظهر في مدينة وهان الصينية في ديسمبر الماضي إلا أن منظمة الصحة العالمية قالت إن هذا الفيروس قد لا يختفي أبدا حتى في حال التواصل إلى اللقاح وفي انتظار أن تعطي الأبحاث نتيجة بدأت الحكومات برفع إجراءات العزل التي شلت الاقتصاد أو تخفي فيها تدريجيا فقد أعلن رئيس الوزراء الياباني تشيزو أبي رفع حالة الطوارئ بشكل سابق لأوانه عن معظم مناطق البلاد في ضوء تراجع واضح لعدد الإصابات الجديدة كما تسلك معظم الدول الأوروبية طريق الرفع التدريجي للعزل بشكل أو بآخر في المقابل مددت بعض الدول إجراءات العزل والإغلاق لحين تراجع الوباء مثل تشيلي التي أعادت فرض العزل على سكان سانتياغو حيث ارتفع عدد الإصابات بنسبة 60% في 24 ساعة كما أغلقت مدينة جيلين الصينية التي تضم أربعة ملايين نسمة حدودها جزئيا وأوقفت خطوط النقل بعدما ظهرت إصابات فيها بفيروس كورونا المسجد حيث عززت المخاوف من احتمال حدوث موجة جديدة للوباء متبع أكثر بينظم إلي من مدريد العاصمة الإسبانية عبر سكايب الدكتور غسان الجعيد عضو اللجنة الوطنية لمكافحة فيروس كورونا دكتور غسان تحياتي لحضرتك في البداية مرحبا السلام عليكم ورحمة الله أهلا بك الجميع بدأ في تطبيق إجراءات ما يعرف بتخفيف العزل الموجود ما الوضع في إسبانيا بعد مرور عدة أيام على بدء المرحلة الأولى إذا جاز لنا القو نعم نحن في عدة مناطق في إسبانيا بلجنة نرفع أو تخفيف القيود عمس المحكادي بس في مناطق يعني تتبع الدرجة الأولى وفي مناطق لسه في المستوى زيرو اللي هي مثلا مدريد رغم أنه اليوم أعلنوا أنه بدون يصبحوا تخفيف قليل بس بدون ما يصل للمرحلة الأولى من التخفيف بشكل كامل يعني حيسمحوا مثلا للأهالي اللي كانوا محجزين مع بعض إذا رجعوا لميوتهم يقدروا يزوروا بعض في أكم من محلات الفتح بس لسه ضايلين احنا في مرحلة زيرو في برشلالة مثلا القيود يعني تخففوا بشكل أكبر شوي في الأندلس أكثر يعني في الأندلس مروا المرحلة يهم على مرحلة أولى هلا وإن شاء الله كمان سبوع يمكن يروح ينطل مرحلة ثانية بإذن الله طبعا نعتمد على الأرقام وعلى أنه هذا هو سؤالي القادم كيف تقرأ الأرقام الجديدة بعد تخفيف نعم احنا اعتمدنا كمؤشر للتخفيف القيود اللي هي حالات الجديدة اللي بتحصل لنا يوميا وعدد التخط أو السرور اللي في غرف العناية المركزة فالحمد لله لحد الآن ستيبل ما علي ما انتفع العدد في يوم الأربع أظن كان فيه انتفاع بسيط بالنسبة 50 مريض جديد بس لأنه برضو احنا بنزيل كتير ويوميا بندقت أكثر على فعل التستات يعني وفي كتير ناس حتى بتعمل التستات بشكل خاص يعني في مخابر مختصة بتعملها بشكل خاص ممكن يذهب لأي شخص من المجتمع ويدفع الفلوس النقود ويعملوه للتست يعني فهل يسبب بشوي ترتفع تمام هل بتوافق أم بتختلف على الفكرة القائلة بأن الفيروس نفسه أصبح أقل شراسة أم هذا هو كلام للاستهلاك الإعلامي ليس علمي أو ليس صحيح لحد الآن هو ليس علمي يعني ما عندنا أي تحديد أن هذا الفيروس يكون أقل شراسة بالعكس في الحالات الموجودة والحالات اللي بيشوفها وبتأزم عندها وهي حالات قليلة وضئيلة في الوقت الحالي ولكن تتبع نفس المسار اللي كانوا يتبعون من قبل المرضى اللي كنا منعرفهم واللي كانوا معنبيين لغرف الطوارئ والعناية المركزة فهو يريد وإن شاء الله بس لحد الآن ما في عنا معلومة علمية لا توثق هذا دكتور غسان الجعيدي عضو لجنة الوطنية لمكافحة فيروس كورونا من مدريد شكرا لك يصوت مجلس أنواب الأمريكي اليوم على مشروع قانون ينص على تقديم حزمة مساعدات بقيمة ثلاثة تريليونات دولار من أجل مواجهة تبعات فيروس كورونا هذه المساعدات تشمل دفع تعويضات مباشرة لأمريكيين تصل حتى ستة ألاف دولار لكل أسرة ويمول العاملين في مجال الصحة ومسعفي الحالات الطارئة سجلت الولايات المتحدة لليوم الثاني على التوالي نحو 1800 حالة وفاء بسبب الفيروس وذلك خلال 24 ساعة وحسب إحصاءات لجامعة جونز هوبكنز يذكر أن الولايات المتحدة أيضا هي الدولة الأكثر تضررا في العالم جراء هذا الفيروس بتسجيلها أكثر من 85 ألف حالة وفاء من ناحية أخرى يوصل علماء في مختلف أنحاء العالم الجهود لإيجاد لقاح للفيروس حيث أعلنت الوكالة الأوروبية للأدوية عن لقاح يمكن أن يتواجد خلال سنة وتزداد الانقسامات بين الدول الكبرى حول اللقاح حيث وجه رئيس الأمريكي ترامب اتهمات للصين مجددا بإخفاء حجم انتشار المرض وأكد أن الصينيين كان بإمكانهم موقف تفشي الوباء سراع مع الوقت يعيشه العلماء والخبراء حول العالم للوصول إلى اللقاح للفيروس كورونا المستجد يكون بمثابة طوق نجاة للعالم أجمع حيث يرى خبراء أوروبيون أن اللقاحا ضد الفيروس قد يكون جاهزا خلال سنة في سيناريو يقدمونه على أنه متفائل وحاليا هناك أكثر من مئة مشروع في العالم وأكثر من عشر تجارب سريرية للوصول إلى اللقاح أو علاج للمرض الذي ظهر في مدينة وهان الصينية في ديسمبر الماضي وأودى بحياة ما يقرب من ثلاثمائة ألف شخص في العالم وأصب أكثر من أربعة ملايين منظمة الصحة العالمية قالت إن هذا الفيروس قد لا يختفي أبدا حتى في حال التوصل إلى اللقاح سراع الوقت للوصول إلى اللقاح لكورونا ليس السراع الوحيد وسط هذه الأزمة فقد تعمقت الانقسامات بين الدول الكبرى مع تنافس أمريكي أوروبي حول اللقاح مستقبلية وتوتر بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والصين في إطار معرقة مكافحة كوفيد 19 حيث اتهم مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي قرى صينة معلوماتية وباحثين وطلاب مقربين من الصين بسرقة معلومات معاهد جامعية ومختبرات عامة وردت بكين متهمة الولايات المتحدة الأمريكية بالتشهير ما استدعى ردا من الرئيس دونالد ترامب الذي اتهمها مجددا بإخفاء حجم انتشار الوباء وعدم الكشف عن كل المعلومات بشأن انتشار الوباء مؤكدا أن الصينيين كان بإمكانهم وقف تفشي الوباء مشيرا إلى أنه لا يريد التحدث إلى نظيره الصيني شي جين بينغ في الوقت الحالي مهددا بقطع كل العلاقات وتؤكد الصين أنها نقلت كل المعلومات حول الوباء بأسرع الشكل الممكن إلى منظمة الصحة العالمية ودول أخرى من بينها الولايات المتحدة الأمريكية من ناحية أخرى أثرت تصريحات لمجموعة السانعوبي لصناعات الأدوية عن إعطاء الأولوية في توزيع اللقاحات الولايات المتحدة الأمريكية السياء الأوسط السياسية الفرنسية بما فيها الحكومة التي اثمرت ماليا لدعم أبحاث الشركة واعتبر الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون أن اللقاح المحتمل لوباء كوفيد 19 لا يجب أن يخضع لقوانين السوق أفد معهد روبرت كوخ للأمراض المعضية في ألمانيا بأنه تم تسجيل 913 حالة جديدة ومؤكدة بالفيروس في البلاد ليرتفع الإجمال إلى 173 152 حالة وأوضح المعهد أنه تم تسجيل 101 حالة وفاة ليصل إجمال الوفاية للفيروس 7824 ألمانيا تسعى لرفع القيود على حركة التنقل منتصف يونيو فيما كان الاتحاد الأوروبي قد شدد على ضرورة الفتح التدريجي للحدود داخل التكتل بعد إغلاقها لمكافحة انتشار الفيروس أعلنت تهران أكثر من 2100 إصابة جديدة بكورونا وذلك في إحصاءه الأعلى للإصابات منذ أكثر من شهر وحذرت من بؤر جديدة للعدوى وكشفت وزارة الصحة ارتفاع عدد المصابين في البلاد وخمس وثلاثين وتم تسجيل 48 حالة وفاة جديدة أعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين اليوم عدم تسجيل أي وفيات أو حالات إصابة بالفيروس وأفادت أو وافد عفوا وافد من الخارج خلال 24 ساعة وطلقت الصين تقارير عن أربع إصابات محلية من مقاطعة جيلين شمال شرق البلاد ما رفع إجمال الإصابات إلى 82933 حالة عدد الوفيات ظل دون التغيير أعلنت السلطات الصحية في كوريا الجنوبية تسجيل 27 حالة جديدة وذلك خلال 24 ساعة ليرتفع العدد الإجمال إلى 11.018 حالة وفاة وعفوا حالة إصابة وأضفت السلطات أن 22 حالة من بين الحالات المسجلة الجديدة ذات صلة بحالات العدوى الجماعية في ملاهي ليلية لفتة إنه لم يتم تسجيل أي حالة وفاة جديدة خلال يوم أمس وبعيدا عن أخبار فيروس كورونا أبلغ المبعوث الأممي لليمن مارتين جريفث مجلس الأمن الدولي بأن الأطراف المتحاربة في اليمن أحرز تقدما كبيرا نحو الاتفاق على وقف إطلاق النار قدم جريفث للحكومة اليمنية والحوثيين مسودة مخترحات بخصوص وقف إطلاق النار على الصعيد الوطني والإجراءات الإنسانية والاقتصادية وذلك على نحو عاجل بمساعي أممية تجدد الأمل في اليمن للتواصل إلى هدنة مرتقبة في البلاد بعدما أبلغ مبعوث الأمم المتحدة لليمن مارتين جريفث مجلس الأمن الدولي بأن الأطراف المتحاربة في اليمن أحرز تقدما كبيرا نحو الاتفاق على وقف إطلاق النار جريفث قدم للحكومة اليمنية وميليشيات الحوث مسودة مقترحات تتضمن وقف إطلاق النار على الصعيد الوطني والإجراءات الإنسانية والاقتصادية بالإضافة إلى السناف العملية السياسية على نحو عاجل من جانبها جددت الحكومة اليمنية تأكيدها التعاطي البناء مع كل الدعوات لإحلال السلام الشامل والمستدام في البلاد ولكن وفقا للمرجعيات الثلاث المتفق عليها والمتمثلة في المبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل وقرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة وفي مقدمتها القرار 2216 من أجل بناء مستقبل أفضل لا مجال فيه للميليشيات المسلحة وتأتي محاولة جريفث بعد دعوة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتارش في مارس الماضي لوقف إطلاق النار في الصراعات العالمية حتى يتمكن العالم من التركيز على مكافحة جائحة فيروس كورونا يأتي هذا في وقت تخشى فيه منظمات الإغاثة من تفشي فيروس كورونا بوسيرة تنذر بكارثة في ظل تظهور النظام الصحي في اليمن وانتشار الجوع والمرض بعد سنوات من النزاع نفت مصادر في الجيش الوطني الليبي ما تردد حول تسليم مرتزقة سوريين إلى دمشق وأضفت المصادر أن المقاتلين الموالين لتركيا يتم معاملتهم بشكل إنساني كأسرى حرب على الرغم أن انتفاقية جنيف لا تنطبق عليهم كأسرى باعتبارهم مرتزقة وكانت تركيا بدأت منذ أكتوبر من العام الماضي بإرسال المرتزقة سوريين إلى ليبيا للقتال إلى جانب ميليشيا الوفاق في مواجهة الجيش الليبي ترجمة نانسي قنقر مشاهدين الكرام هذه المشرة مستمرة ونتابع فيها بعد فاصل الفلسطينيون يحرون ذكرى الثانية السبعين للنجبة وسط مخاوف من فيروس كورونا نحن فريق الطوارئ موجودين هنا عشانك يريد تخليك في البيت عشانك من فضلك خليك في البيت علشانك وعشانك أنا هنا رئيس فريق مكافحة العدوى ومعي فريق كبير أدي دورك علشان أعرف أدي دوري خليك في البيت العزل الزاتي مسئوليتك لحماية نفسك وأسرتك ووطنك خليك في البيت احنا هنا موجودين عشان نساعدك من فضلك خليك في البيت عشان تساعدنا أنا هنا موجودين نفسك العدوى علشانك من فضلك خليك في البيت من فضلك خليك في البيت أخبار الاقتصاد هي القادمة وزمين الأمير داود إليك أمير شكرا جزيلا لك الشرية أهلا بكم مشاهدين الكرام في نشاطنا الاقتصادية وأهم ما نتابع فيها وزارة الإسكان تعلن عن طرح الإعلان الثالث عشر بمشروع الإسكان الاجتماعي بعشر محافظات أعلن وزير الإسكان عاصم الجزار عن طرح الإعلان الثالث عشر بمشروع الإسكان الاجتماعي بعشر محافظات وأوضح بيان الوزارة أنه سيبدأ سادات مقدم جدية حجز الوحدات السكنية وتسجيل البيانات على الموقع الإلكتروني لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري لحجز الوحدات السكنية الجاهزة للتسليم والمطروحة بالإعلان وذلك خلال الفترة من السابع من شهر يونيو 2020 إلى الثالث عشر من يونيو 2020 للمواطنين من ذوي الاحتياجات الخاصة فقط ومن الرابع عشر من يونيو 2020 وحتى الرابع من شهر يوليو 2020 لجميع المواطنين أعلن وزير النقل كامل الوزير تشغيل ست قطارات إضافية على خط القاهرة أسوان وبالعكس بوقع أربع قطارات مكيفة وقطارين مميزين خلال الفترة من الثامن عشر من مايو الجاري إلى الرابع من يونيو المقبل تلبية لتزايد الطلب قرب حلول عيد الفطر المبارك وأوضح الوزير في بيان له أن هذا الإجراء يأتي في إطار خطة الوزارة باتخاذ كافة التدابير والإجراءات اللازمة لتسهيل حركة تنقل المواطنين عبر خطوط السكك الحديدية بالتزامن مع استمرار اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة لمواجهة فيروس كورونا المستجد بحث وزير البترول بحث وزير البترول طريق الملة مع رؤساء الشركات الأعلى انتاجية للبترول آليات وسبلا جديدة لترشيد الانفاق ووجه الملة شركات الانتاج ببحث كافة الفرص المتاحة والتعجيل باستغلالها لزيادة معدلات الانتاج كما وجه بالاستمرار في اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة والتدابير الوقائية للحماية من عدوى فيروس كورونا تراجع إجمالي الناتج الداخلي إلى ألمانيا بنسبة 2.2% في الربع الأول من 2020 بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد وتستعد لركود تاريخي وقال مكتب الإحصاء الألماني أن أكبر اقتصاد في أوروبا يشهد أسوأ نتيجة من الأزمة الاقتصادية التي حدثت في عام 2008-2009 وثاني أسوأ نتيجة منذ إعادة التوحيد في عام 1990 وأوضح مكتب الإحصاء الألماني أن نتائج الفصل الثاني ستشير إلى تراجع أكبر على أن يبدأ تعافي الاقتصاد في شهر مايو وعدت مجموعة العشرين الخميس بتجنب فرض قيود تجارية غير ضرورية أمام منتجات الاحتياجات الأولية بما يشمل المواد الغذائية خلال فترة انتشار فيروس كورونا وفي ختام اجتماع افتراضي نظمته السعودية التي تتولى الرئاسة الدورية لمجموعة العشرين وعد وزراء التجارة والاستثمار في مجموعة العشرين بالامتناع عن فرض قيود على تصدير المنتجات الزراعية وتجنب مخزون أغذية غير ضرورية أكد المكتب الوطني للإحصاء في الصين أن اقتصاد البلاد يعود تدريجيا إلى طبيعته حيث يستأنف الانتاج وسط تخفيف قيود الفيروس كورونا في أجزاء مختلفة من البلاد وقالت المتحدثة باسم المكتب يو اي ها أن التعافي المحلي لا يزال يواجه تحديات كبيرة مشيرة إلى أن الاقتصاد يواجه ضغوط عمل هائلة حيث تعاني المؤسسات من العديد من الصعوبات في الانتاج والإدارة أعلنت لاية كاليفورنيا الأمريكية أن خامس أكبر اقتصاد في العالم يتوقع عجزا هذا العام يقدر بـ 54 مليار دولار بسبب الأثر الاقتصادي لفيروس كورونا وسيتعين عليها إجراء تخفيضات هائلة لتعويض هذه الخسائر وقال حاكم الولايات غافي نيوسوم إن كورونا فرض على كاليفورنيا وعلى الاقتصادات الأخرى في البلاد أزمة اقتصادية غير مسبوقة ما أدى إلى تدمير للوظائف وخسارة فادحة في الدخل ختاب نشرتنا الاقتصادية وعودة من جديد للزميلة شيرين الكشيري واستكمال البنوراما تفضل الشيرين أشكرا كامير أعلن الرئيس الفلسطيني عباس إلغاء مسيرات الاحتفال بالذكرى الثانية والسبعين للنكبة اليوم في خضم جائحة كورونا وفي غضون ذلك عزلت قوات الاحتلال الإسرائيلي الصباح اليوم بلدة يعبد بجنين شمال الضفة الغربية عن العالم الخارجي وأغلقت المدخل الرئيسي الشرقي للبلدة بالبراميلي والحجارة وكانت قوات الاحتلال قد شنت خلال الأيام القليلة الماضية بالبلدة حملات اعتقالات طالت عشرات المواطنين وأطلقت مئات القنابل الغازية وأصابت العديد من المواطنين ذكرت مصادر أمنية عراقية أن تنظيم داعش سيطر على قرية مبارك بمحافظة ديالة شمال شرق بعخوبة في مركز المحافظة وقامت عناصر داعش بمهاجمة القرية وأطلقت النيران بشكل عشوائي ما تسبب في مقتل شخص وإصابة آخرين من المدنيين وقاموا بإحرق المنازل والمحاصيل وذلك بعد السيطرة عليها وفي السياق نفسه أعلنت خلية الإعلام الأمني أن أربع من قوات الأمن العراقية أصيبوا في منطقة المزاريج بسامرراء في هجوم لداعش دعا المبعوث الأمريكي الخاص لإفغانستان زلماي خليل زاد كل من الحكومة الأفغانية وحركة طالبان لمواصلة عملية السلام قال زاد إن تنظيم داعش يعرض اتفاق سلام بين جمهورية أفغانستان وحركة الطالبان ويسعى إلى تشجيع حرب طائفية كما هو الحال في العراق وسوريا وتابع أن الأفغان والعالم يستحقون الأفضل الجدير بالذكرى أن هجومين مروعين وقع الثلاثاء الماضي أسفر عن مقتل 56 شخص أحدهم استهدف مستشفى في كابل أدى إلى مقتل 24 شخص والآخر استهدف جنازة شرق البلاد ومشاهدين الكرام بعد الفاصل المتابع السلطة الفلبينية تقلي 200 ألف شخص من المناطق الساحلية نتيجة إعصار قوي في الفلبين أن نحو 200 ألف شخص طروا للفرار من منازلهم وذلك بسبب الإعصار القوي والذي ضرب البلاد ولم تبلغ السلطات عن أي وفيات حتى الآن ولكن تواقم الكوارث بدأت اليوم في تقويمها للمناطق المتضررة بشدة من هذا الإعصار وأوضحت شرطة المحلية أنها ستشغل الملاجئ بنصف طاقتها تواصل الدولة الاهتمام بالأثار التاريخية القديمة من بينها مجموعة السلطان قايد باي بصحراء الممليك بالقاهرة والتي تضم عدة منشآت كمسجد ومدرسة وملحقاتها وانشأت منشآت بأمر السلطان الملك الأشرف أبو النصر قايد باي تمتاز بمعمرها الفريد على التراز الإسلامية إنها مجموعة السلطان الأشرف قايد باي بصحراء الممليك بالقاهرة والتي تعود إلى عصر الممليك مجموعة أثرية شهيرة في حي السوق بمنشآة ناصر أنشئت في الفترة من 1472 ميلادية إلى 1474 أمر بتشيدها السلطان الملك الأشرف أبو النصر قايد باي أحد الملوك الجراكسة الذي استمر حكمه لثمانية وعشرين عاما ولقب المسجد بأستاذ العمارة الإسلامية لما يحويه من زخارفة وأشكال هندسية فريدة حانطية صحران الممليك تشتهي بالعديد من المجموعة المعمرية التي تعد في قبلة ومقصداً للزيارة سواء من قبل الأجانب أو المصريين وخاصة الطلبة والدارسين كليات الأعصار وأقسمها الموجودة بالجماعات المختلفة أو طلبة السياحة والإرشاد مثل مجموعة السلطان الأشرف إينال مجموعة الأمير كبير كوركوماس خانقات النصر فرج بن برقوب خانقات الأشرف برسباي وأخيراً مجموعة السلطان الأشرف قطباي التي تأتي على قمة هذه المجموعة المعمرية نظر لما تتوسلوا هذه المجموعة من تناصف معماري وقيمة فنية ومعمارية داخل مجموعة السلطان الأشرف قطباي وهي مجموعة معمارية متكاملة تشمل العديد من المجموعة المعمرية التي تكون بالعديد من الوظائف أو وظائف متعددة داخل مجموعة معمارية واحدة على رأسها نجد المسجد أو المدرسة اللي كان المسجد في الوقت دوت كان تقام فيه الصلاوات الخمسة وصلاوات الجماعة بالإضافة إلى النشاط الدراسي أو كمدرسة المجموعة أنشئت على مساحة ألف وثمانية وثمانين متر وتضم عدة منشآت تتمثل في مسجد يحتوي على مئذنة بارتفاع 130 قدم وقبة واحدة كما تضم المجموعة أيضا قبة وضريحا وسبيلا ومقعدا للسلطان وكأحد المعالم الأثرية البارزة التي اهتمت بها الدولة المصرية زين الجنيه المصرية بصورة مسجد قايد بايا ليكون رمزا للعملة وترسيخا لهذا المعلم المهم ندى إبراهيم النيل والختام دائما تفكير بالعنم القوات المسلحة تعلن مقتل سبع التكفيريين واكتشاف وتفجير عشر عبوات ناسف في عملية نوعية بشمال سيناء مجلس الوزراء يؤكد عدم وجود إطار زمني لانتهي أزمة فيروس كورونا في مصر أو في العالم أكثر من 300 ألف حالة وفاة بسبب فيروس كورونا المستجد في سائر أنحاء العالم انتهت هذه النشرة شكرا للمتابعة في أمان الله